السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصتين ممتزتين جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنهم احب اوضح لحنا اعرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقي على كل شيء منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا. ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والصفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لما نخلال لها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة حصرية عن طريق قناتنا. اه في عملية التقديم والابول وهي كانت فرصة تطوع فيه في اتنام شاملة معظم التكاليف. وتم اعلان الفيزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والابول فيه حصريا عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في اه التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. اه وكمان كنا وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من اه البداية حتى الاحتراف وان شاء الله ما زلنا مستمرين في هذا الكورس. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب ان اوض كمان لجميع روابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن الفرصتين اللي موجودتين معنا النهاردة وهم اه فرص مميزة جدا. اه هم فرصتين تدريب ممولين بالكامل. تمام? هنتكلم عنهم. اه الفرصة الاولى موجودة في دولة امريكا. اسم الفرصة دي واسم المنحة دي تمام? دي اسم فرصة التدريب الاولى اللي هنتكلم عنها. اه طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة جميع الدول متاحة للتقديم في هذه الفرصة. يعني لو انت من دولة عربية اسيوية افريقية تقدر تقدم في هذه الفرصة من غير وجود اي مشكلة. طيب بالنسبة لمدة البرنامج مدة التدريب ده هيكون قد ايه? مدة التدريب او الزمالة دي هتكون عشر شهور. تمام? فدي فرصة كويسة جدا يعني ان انك تاخد تدريب كامل اه تعيش مع الحياة الامريكية هناك اه تتعرف على ثقافة جديدة فانت تاخد عشر شهور كاملتين اه في فرصة التدريب في امريكا. طيب بالنسبة لموعد بدي التدريب ده. التدريب ده هيبدأ امتى? التدريب ده هيبدأ في ابريل الفين واحد وعشرين. يعني لسه قدامك وقت تقدر تجاهز نفسك تكون الامور كمان استقرت يعني حاجة ممتازة جدا. طيب بالنسبة بالي تمويل. تعالا بقى نتكلم عن الحاجة اه الجميلة جدا في هذي الفرصة. تمويل كبير وتمويل ضخم. اول حاجة انت حضرتك هتاخد رسوم التدريب كاملة بالمجان. كل اه رسوم الدراسية الخاصة بالتدريب بالمجان مش تدفع اي رسوم. تاني حاجة تزاكر الطيورة من بلدك الى البلد المانحة اللي هي امريكا. ذهابوا عودة بالمجان. برضو مش تدفع اي شي. الحاجة المميزة في هذي المنحة اللي بيبحث عنها ناس كتيرة جدا وناس كتيرة بتسأني عليها. اه احنا عايزين نتعلم اللغة الانجليزية في اي دولة متحدثة باللغة الانجليزية. انت النهاردة عندك فرصة اه في دولة من اقوى الدول والدولة الاولى في العالم اللي بتكلم اللغة الانجليزية. تمام? هي امريكا. فانت الفرصة دي بتوفر لك كورس اللغة الانجليزية في امريكا عشان تتعلم اللغة الانجليزية وتحسن من مستوىك وهيعطوك شهادة بالكلام ده كله بعد الانتهاء من التدريب كمان بالحصول على آآ كورس اللغة الانجليزية فدي حاجة يعني قمة في الروعة. كمان هتشمل لك الفرصة دي تأشيرة آآ امريكا. تمام هتوفر لك رسوم التأشيرة. كمان هوفروا لك راتب شاري كبير. طبعا هم محددوش في هذه الفرصة. احنا عندنا فرصتين هنتكلم عليهم النهاردة. بالنسبة لفرصة امريكا دي ما حددوش الراتب الشاري هيكون كام ولكن هم قالوا راتب شاري هيكون كبير يقدر آآ يعني يكفي احتياجاتك الشخصية. كمان بجانب الراتب الشاري هيكون فيه سكن مجانا. كمان هتوفر لك وجبات الطعام. بالاضافة كمان التأمين الطبي في حالة لقدر الله حدوث مرض او حادث. كل تكاليف العلاج هتبع لحساب آآ الجهة المانح. كمان هيوفروا لك مصاريف الكتب اللي هتحتاجه اثناء التدريب. كمان مصاريف كمبيوتر محمول هيدوك زي آآ تمام تقدر انك تشتغل عليه آآ يعني الحاجات اثناء التدريب وما الى ذلك فهيتكفلوا لك بدا برضو. كمان المنحة ذكرت على موقعها الرسمي ان هيكون فيه رحلات ميدانية ومؤتمرات واشايا كتيرة جدا تحضرها اثناء التدريب. فكل ده برضو هتكون تكلفته على حساب المؤسسة. تمام? طيب. بالنسبة لتخصصات التدريب. التدريب ده فيه تخصصات كتيرة جدا. تقدر تختار اي تخصص من التخصصات دي انت عايز تاخد فيها التدريب. يعني انا مسلا عايز تدريب في تخصص معين. هنا معظم التخصصات موجودة. حتى لو انت مسلا خريج تخصص غير التخصصات الموجودة هنا وعايز تاخد فيها التدريب ما فيش مشكلة. لانها فرصة تدريبية وليست منحة دراسية. فبالتالي تقدر تاخد التدريب في اي تخصص من التخصصات دي اللي انت عايزها. هتلى عندك التنمية الزراعية. الاتصالات الصحافة السياسة الصحة العامة تغير ومناخ القانون. اه ادارة التكنولوجيا التخطيط الحضري والاقليمي. يعني تخصصات كتيرة جدا. تقدر تختار منها التخصص اللي انت عايزه. طيب. كمان عندنا في جامعات مشاركة في التدريب ده. الحاجة الجميلة جدا كمان ان في جامعات مشاركة. طيب. احنا قلنا اسم المنحة هنا. تمام? المنحة دي هي عاملة شراكة مع جامعات. تمام? فانت هتختار الجامعة هتختار الجامعة من الجامعات دي انت عايز تنضم لها. تمام? فتلاقي جامعات كتيرة جدا. كورنال يونيفرستي. امريكان يونيفرستي. واشنطن كولوج افلو. فتختار الجامعة اللي انت عايز تنضم لها. آآ عشان تاخد هذا التدريب. طيب. دي اسماء الجامعات طبعا تقدر تطلع عليها وترجع كل جامعة وتشوف الجامعة المناسبة لك. آآ بالنسبة لشروط التدريب في الفرصة دي. طبعا الشرط البسيط هنا اللي عندنا ان الشخص يكون انهى على الاقل مرحلة السنوية. او مرحلة الدبلوم بجماعة نوعها والبكالورية. يعني لازم تكون مخلص بتاعك اللي هي المدرسة السنوية او مسلا انت تخريج دبلوم تكون مخلصه او البكالوريا زي ما بيطلقها في المغرب والجزائر وتونس تكون مخلصها. لازم تكون مخلص واحدة من دول ما ينفعش انك تكون لسه بتدرس في المرحلة السنوية. تمام كده? آآ كمان بقى الملاحظة في المنحة دي نازي المنحة لا تحتاج شائرة لغة انجليزية عنده التقديم. انت مش محتاج اثبات اي لغة انجليزية ولا محتاج ارفاق شائرة اللغة. لانك اصلا بالفعل زي ما كنا وضحنا انت هتاخد هنا كورس تعلم اللغة الانجليزية. فانت مش محتاج ارفاق اصلا لشائرة اللغة. كمان هذه المنحة متاحة لاي مواهل دراسي. يعني لو انت خرج تخصص معين. آآ فالمنحة دي مفتوحة لجميع التخصصات. ما فيش تركيز على التخصص معين. كمان متاحة للطلاب والخريجين وكل الاشخاص. كل الاشخاص اللي مخلصها ما بعد السنوية العامة لو انت بتدرس باكالريوس ماجستير دكتوراه متخرج من باكالريوس ماجستير دكتوراه موظف يعني آآ طالب او خريج تقدر تقدم الفرصة دي بدون وجود اي مشكلة. كمان الفرصة دي ليس هناك حد اقصى لعمر في هذه الفرصة. ما فيش حد اقصى للعمر. تمام كده? بس المنموم عندك تمنتاشر سنة فيما اعلى تقدر تقدم عادي. طيب اخر موعد للتقديم فيها زي الفرصة ركز معي كويس جدا. الفرصة دي اخر موعد للتقديم فيها بيختلف من دولة الى اخرى. كل دولة ولها معين ولكن بحد اقصى يعني معظم الدول الحد الاقصى للتقديم فيها وشهر اكتوبر. معظم الدول متاح فيها التقديم حتى شهر اكتوبر ولكن يعني التقديم بالتحديد اه بيكون اه يعني بيختلف من دولة الى اخر. طيب احنا كده عرفنا بالنسبة لاخر موعد للتقديم. طيب ازاي تقدر تقدم في هذه الفرصة? عشان تقدم في الفرصة دي يجب التواصل مع السفارة الامريكية الموجودة في بلدك لمعرفة المطلوب لمعرفة كيفية ارسال لهم واخر موعد للتقديم بالتحديد. تمام كده? يبقى هو مفيش 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 وانما انت لازم تتواصل مع السفارة الامريكية الموجودة في بلدك. تمام? اه وتعرف منهم اه يعني هيبعتولك لما تتواصل معهم هيبعتولك الابليكيشن ده. اه اللي هو هيبعتولك زي اوراق كده. اه ممكن تتواصل معهم على الايميل ويرسلوا لك الاوراق دي على الايميل. اه وتملى الاوراق دي. وكمان بقى تسألهم بالتحديد ايه اخر موعد للتقديم في زير فرصة. تمام كده? وده الموقع الرسمي للمنحة. تقدر تبص على الموقع الرسمي اه من هنا وتشوف التفاصيل ان انا قلتها. هتلاقي اسم الجهة المانحة. وهتلاقي هنا يعني الموقع الرسمي ليهم. هتلاقي كل شيء هنا. هتلاقي الحاجات اللي احنا كنا ذكرناها. اللي هي التمويل بالنسبة لبرنامج. اه هتلاقي هنا ذكر لك التمويل. اه اللي هو بيشمل رسوم التدريب ومرتب شهري وما الى زلك هتلاقي كل التكاليف هنا. بيقول لك يعني مين الاشخاص المؤهلين للتقديم او ايه الدول المؤهلة. اه هتلاقي كل هتلاقي كل شيء هنا. هنا عندك الدول الدول المؤهلة. تمام? فهتلاقي عندك والنورس افريقا. شمال افريقيا والشرى الاوسط. وهتلاقي معظم الدول المتاحة للتقديم بدون وجود اي مشكلة. تمام? ده الموقع الرسمي للمنحة. طيب كده اتكلمنا عن الفرصة الاولى. خلينا دلوقتي نتكلم عن الفرصة التانية وبعدين هقول لكم على المفاجأ اللي في اخر الفيديو. تمام كده? طيب. اه بالنسبة بقى لفرصة التدريب التانية. فرصة التدريب التانية دي موجودة في دولة اه توجيكستان. تمام? دي الدولة اللي هيكون فيها التدريب. دي دولة موجودة في اسيا. اه طبعا هي دولة ممتازة جدا بطبيعتها ويعني دولة برضو تتطبر من الدول يعني القوية ودول ممتازة برضو. تمام كده? اه الجهة المانحة هي اه مؤسسة بيرمز لها اكتد تمام? دي اسم الجهة المانحة. اه بالنسبة له الدول المتاحة للتقديم. كل دول لعالم متاحة للتقديم في هذه الفرصة. تقدر تقدم للفرصة دي من اي دولة ما فيش اي مشكلة زي فرصة التدريب امريكا اللي شرحناها دلوقتي برضو. تمام كده? طيب مدة التدريب في هذه الفرصة. هذه الفرصة مدة التدريب فيها ستة اشهر. هتاخد ستة شهور للتدريب في هذه الفرصة. والفرصة دي مش محددة بالتحديد. امتى هتبدأ ولكن معظم الاوقات هتبدأ امامين فبراير حتى شهر مايو 2021 ده المواعد بداية هذا التدريب طيب بالنسبة ليه التمويل في هذه الفرصة تمويل صراحة برضو ممتاز جدا هتاخد رسوم التدريب كاملة بالمجان تزاكر الطيران من بلدك الى البلد المنحة اللي هي تاجرستان هتكون بالمجان زهاب وعودة هتاخد راتب شهري هنا محدديني راتب شهري تلتميت دولار هتاخدهم شهريا كمان هتاخد فيزا او تأشير التاجرستان مجانا هيفر لك الرسوم والتأشيرة بالمجان كمان السكن مجانا وجبات الطعام والتأمين الطبي كل ده بجانب الراتب الشهري وتزاكر الطيران ورسوم التدريب طيب ده بالنسبة ليه التمويل ايه هو اهداف التدريب بقى التدريب ده ليه يعني انت تعمل فيه ايه التدريب ده بولك التدريب ده هو هدفه دعم التنمية المستدامة والشاملة في البلاد بالعمل مع المجتمعات الاكثر ضعفا بما في ذلك النساء والشباب المحرومين وسكان الريف والمنظمة دي بتعمل على منع الكوارث الطبيعية ودعم المجتمع المدني والمحلي يعني انت كأنك هتكون متطوع اه او متدرب معاهم اه هتساعدهم في الاهداف بتاعتهم اللي هم بيعملوها اللي هي الاستدامة واللي هي مساعدة المجتمع ومنع الكوارث الطبيعية عن طريق توعية وما الى ذلك تمام وتساهم ايضا في تعديد في تعزيز الثقافة والتراث يبقى انت كده كأنك هتكون متطوع معهم وتاخد برضو يعني كم هائل من المعرفة وتعرف على الثقافة جديدة فده هيكون حاجة ممتازة جدا طيب هنا عندنا ملاحظة هذه المنحة لا تحتاج شارط لغة انجليزية عند التعديم مش مطلوب منك اي شارط لغة عشان تقدم فيها زي الفرصة كمان الفرصة دي ليس هناك حد اقصر العمر للتقديم فيها مش مطلوب فيها سن معين لا متاح فيها التقديم بدون وجود اي مشكلة طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في هذه الفرصة ايه هي الأوراق اللي انت محتاج عشان تقدم في هذه الفرصة الأوراق هي اول حاجة يكون عندك ويفضل طبعا ان يكون على الطريقة الاوروبية تمام تاني حاجة يكون عندك وكنا شرحنا في منحة سابقة ده هو خطاب التغطية وريب شوية من خطاب النية ولكن بيكون مختلف في الفورم بتاعه يعني في الشكل وما الى ذلك في اه لازم يتم معامل دي الاوراق المطلوبة. اخر موعد للتقديم في هذه الفرصة هو واحد وعشرين يوليو dwa واحد الفين وعشرين. واحد وعشرين يوليو الفين وعشرين. هو اخر معايد للتقديم في هذه الفرصة. يعني الشهر القادم بيكون اخر موعد للتقديم. كيفية التقديم في هذه الفرصة? عشان حضرتك تقدم في هذه الفرصة. آآ لازم فيه اونلاين. تمام? لازم تملاقها. والموقع الرسمي للمنحة والتقديم موجودين في نفس الصفحة. انا هتطلقوا الموقع الرسمي والتقديم للمنحة. هتيجي تضغط على كلمة من هنا. عشان يفتح معاك الموقع الرسمي والتقديم للمنحة. وده الموقع الرسمي للمنحة الخاصة بدولة تاجكستان. آآ هتلاقي كل التفاصيل هنا. ذكر لك ان بتاع دي ستة شهور. آآ هتلاقي كل التفاصيل. هتلاقي الزاكرين هنا. آآ بالنسبة للاشياء اللي بيشملها. تلتمية دولار كامورات تبشاري. تزاكر الطيران. الفيزا. هتلاقي تأمين الطبي. آآ زاكرين كل شيء بيشمله البرنامج هنا. وهتلاقي بقى الحتة الجزئية دي له. آآ طبعا بسيط جدا. هتكتب هنا اسمك. وآآ طبعا آآ تحط الايميل بتاعك. آآ تحط بقى اللي احنا قلنا عليه مطلوب. وتحط اللي احنا قلنا عليه. وتضغط على كلمة موافق على المربعين دول. تحط عليهم معلامة صح ان الخلاص يعني آآ بتوافق على شروط البرنامج. وبعد كده تضغط على كلمة وابقى انت كده قدمت ليه المنحة بنجاح. يبقى اهم شي في هذه المنحة واهم شيئين هما والكافرلتر. تمام كده? يبقى احنا شرحنا حاجتين مهمين جدا. هما منح التدريب امريكا بمميزاتها العديدة وكرس اللغة الانجليزية. ومنح التدريب تاجيكستان. آآ منحة برضو مميزة. آآ فكده شرحنا المنحتين. تعال بقى دلوقتي نتكلم على المفاجأة. آآ هنا في ملاحظة مهمة جدا بالنسبة المفاجأة اللي احنا آآ يلين عليها. ان هذه الفرص انت يمكنك التقديم فيها بنفسك ما فيش اي مشكلة. ولكن اللي احنا بنوفره اللي احنا ممكن نساعدك على التقديم في هزيه في هزين الفرصتين. ونقدم لك بشكل احترافي ونوفر لك الاوراق الاوراق اللازمة زي وكمان بالنسبة لمنحة التدريب امريكا نساعدك على ازاي ممكن تتواصل مع السفارة آآ ونكتب لك الرسالة اللي ممكن ترسله لهم على الايميل ونكون معاك خطوة بخطوة في كل شيء وبعد الحصول على نملهولك. يعني هنقدر نديك الدعم في هزين المنحتين بشكل ممتاز وشكل احترافي جدا جدا جدا. وطبعا انت عايز تقدم من خلالنا ده شيء اختياري. لو عايز ما فيش مشكلة. هتلاقي رابط استمارة التواصل معنا عشان تقدم من خلالنا نوجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هتروح تملى الاستمارة دي. والرسوم واحنا عاملين عرض رسوم المنحتين دول هنقدم هم لك مع بعض هنقدم لك فيهم بشكل احترافي مع بعض بخمسة واربعين دولار فقط. تمام? ده عشان لو انت هتقدم من خلالنا بشكل احترافي. احنا عاملين عرض للمنحتين دول. لان معظم المنح احنا بنقدم لها بتلاتين دولار ولكن بالنسبة لهزين لمنحتين هيكون ليهم التقديم آآ بخمسة واربعين دولار والميزة كمان انك لما تقدم على منحتين فبالتالي انت بتضمن ليك فرصة قبول اكتر آآ لانك ممكن كده تتقبل في احد المنحتين بدل ما تقدم لمنحة واحدة وتكون فرصة القبول ضعيفة لانها هتكون منحة واحدة لكن هنا انت بتضمن القبول في احد المنحتين تمام? فآآ طبعا بيتم دفع رسوم التقديم واحنا بعد كانت ان شاء الله بنبدأ نقدم ليك بشكل احترافي ولو انت عايز تقدم بنفسك ما فيش مشكلة عندك الموقع الرسمي عندك كل حاجة احنا وفرناه لك هنا في المقال تقدر تتبعها وتقدم بنفسك برضو كل شيء بيرجع ليك هنا وانت لقيك حرية الاختيار آآ ده بالنسبة للمفاجأ اللي احنا بنوفرها في الاخر اللي هم التقديم على المنحتين بشكل احترافي برسوم بسيطة جدا اللي هي خمسة واربعين دولار وعشان تقدم هتلاقي استمارة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اسفل الفيديو ده هتلاقي الاستمارة تخش تم لها وتوافع على الشروط او القوانين بتاعتنا وترسل الاستمارة لنا وفي خلال اربعة وعشرين ساعة ان شاء الله هيتم التواصل معك تمام كده يبقى منحتين وفرستين ممتازتين جدا فاريت تقدمو لهم آآ وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبولي يكون في هزين المنحتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته